السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب بتكونوا وكلكم بخير احنا اسفين ان احنا فوتنا كام حلقة بس ما تقلقوش يعني احنا بنحضر الحلقات جميلة جدا جدا الحلقات الجاية هتبقى عن شخصية عظيمة جدا كلنا بنحبها وكلنا بنحس بالفخ في كده لما بنسمع عنها شخصية عمر بنخطاب ازاي حضرتك اخبار حضرتك ايه ازايك حبيبة قلب اخباركم وحشتينا والله الله يعني بصي الحلقة دي اصلا بتوحشنا جدا والواحد كده بيبقى وهو بيتكلم عنها ويتكلم فيها بيستعيد ذكريات الصحابة والاسلامي في بداياته بيشعر كده بمشاعر كده السلام والامان والسكينة يعني شوية حاجات كده حيلة وساعدتك باقي حاجة تحس ان جسمك اشعب كده لتلات حلقات الجاية ان شاء الله هنتكلم عن شخصية عمر بنخطاب طبعا هو ما تكافهوش تلات حلقات بس احنا هنقلن الحلقات كده وهيبقى تلاتة ان شاء الله فاتمنى ان انتو تستمتعوا واتمنى لو فيه اي اسئلة او اي حاجة تكتبوها لنا تحت في الكومنتات هنبقى مبسوطين جدا في رد على اي سؤال فبداية كده هوت هنتكلم عن عمر بن الخطاب قبل الاسلام وبعد الاسلام فهنتكلم اول حاجة عن نسبه فضالي حضرتك سيدنا عمر بن الخطاب ماجي باتكلم عنه انا بحس يعني نقوم من الشخصيات التي لا تتكرر الشخصية النموذج اللي كل الناس سواء ستات او رجالة بيفضلوها وبيحبوها رغم ان فيه شوية حاجات كده لكن سيدنا عمر بن الخطاب يمكن عايز اقول لكم وانا قلت الكلام ده قبل كده في حلقة سابقة ان سيدنا عمر بن الخطاب نعم عملت مرة سيرش كده عن لو كنت تحب تتلويزي حد من الخلفاء الرشدين طبعا استعبعت الرسول العمر لان يعني ده حلم البشر كله انه كانوا يتلويزه لكن بتكلم على كل واحدة تتمني الزوجك يبقى اقرب لشخصية مين وكانت شخصيات المقترحة هما الاربع خلفاء الرشدين اللي هو سيدنا ابو بكر ثم سيدنا عمر بن الخطاب ثم سيدنا عثمان ابن عفان ثم سيدنا علي ابن ابي طالب انا حيث اقول ان عدد يعني يكتسح كان يعني مجموعة بنات كبيرة مش قليلين اختاروا سيدنا عمر بن الخطاب بينما فيه اختار يعني قال بعدين على طول سيدنا ابو بكر ولما سألت ليه ازاي يعني ابو بكر ده حاجة قالوا بنحس بابا بابا بحنيته بحكمته بهوته بطيبة قلبه يعني وده حقيقة اللي هم قالوا هو ده اللي برضو وصلوا لا فتتفقي معي ولا لا يا نور نا طبعا متفقة مع حضرتك بس طبعا برضو بحب عثمان ابن عفان يعني انا لسه باحتكلم قالوا عثمان ابن عفان حيية والرجل الحيية حاجة جميلة طبعا وطبعا عنده حجمته وقدرته السياسية وطبعا الحاجات دي كلها يعني اكيد اكيد مش بس علشان الحياء هو تقلد الخلافة لا طبعا ولكن الست دايما يعني حتة الحياء حلوة في الرجل وفي الست لكن يعني عرفة زي ستة عيزة الرجل اللي هي وايه القوي القوي الشجاع الملموش عرفة كده يعني فسيدنا علي ابن 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 طالب كان الزوج اللي هو ايه اللي هو العهد الحلو يعني لكن ما اقولش اللي ايه ده عنده حاجات كثيرة وتربية الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن ما عنده تقوله ان 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 شخصية عمر ابن الخطاب كان شخصية طاغية طاغية بقوتها عارفة تحسي بلاها رورق كده وبعدين القوي في اللي حق جدا نتكلم عن كل القوة دي ازاي ممكن تبقى لينة جدا جدا في احد المواقف لما يجدوا رها نتكلم فيها سبحان الله فا احل الشخصية يا شخصية اللي تعرف امتى تبقى تقلت القوة بكل شرستها وامتى تتقلت المرونة والليونة في اقصى تركتها من مزايا شخصية عمر ابن الخطاب عاية بس اقول حاجة هو احنا لو هنعمل اسقاط على ثلاث حلقات دول فاحنا هنتكلم في نقطة تكوين رجل صالح لان عمر ابن الخطاب احنا هنمشي معاه في كل مرحلة مرحلة قبل الاسلام كان عامل ازاي بعد الاسلام تربيته المهن اللي هو فيها يعني دي هتبقى الاسقاطات بتاعتنا ازاي نكون شخصية صالحة يعني هو ده اللي يبقى المثالي المثالية اللي يقدروا يتجهوا عليها لان طبعا ما حدش هيصل زي الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا فاحنا يعني جيبنا شخصية تتميز بحاجات كتير جدا وفي نفس الوقت بشرية يعني طبعا برضو الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت مختلفة يعني يعني كان عمر ابن الخطاب قبل اسلامه ما كانش زي ابو بكر الصديق ومسوعة الله سلام لا هو كان كان بشر في ناحية تانية اوه كان في ناحية تانية فتخيلي بقى ان اللي في ناحية تانية دوت ينقلب لحاجة تانية احسن شخصيته عاملة ازاي جاي من السلسل العثماني اللي في آية صوفة بمدينة اسطنبول في تركيا ابن عبد العزي ابن رباح ابن عبدالله ابن قرد ابن الرزاح ابن نفيل عمر ابن خطاب هو عم زيد ابن عمر هو اخوه الصحابي زيد ابن الخطاب وكان على دين ابراهيم الموحد وكان هو ابن عم زيد ابن عمر ابن نفيل واجتمع ناسبه مع الرسول عليه السلام هو اخوه الصحابي زيد ابن خطاب وكان قد سبق عمر زيد ابن الخطاب سبق عمر الى الاسلام خلوه بالكم لانه هو قاري وفاهم ديهت او ابراهيم صحيح فكلما اقتربت الى فكرة الدين كلما كان قلبك اكثر دونة وتقبل صح لفكرة اعتناق الاسلام نشأته فكرة انه هو كان بيجتمع مع رسول عليه السلام في نسبه في تلاته هو كان ابن في كعب وابن لؤي وابن غالب صحيح كانت نشأته بعد بعد عام الفيل بعد مورد الرسول عليه السلام بحوالي تلاتتاشر سنة كان منزل او سكن سيدنا عمر في الجاهلية كان في اصل الجبل الذي يقال له يوم جبل عمر كان اسمه ايه في قبل الاسلام اسمه جبل العاقر وكان فيه منازل كتير لبني عدي بن كعب نشأ سيدنا عمر في قريش وكان يتميز على اولاد قريش بانه متعلم للقراءة وكان بيعمل برعي القبل ومعينه كان صغير ورقوب الخيل والفرس ورقوب الخيل والفرس لا وكان شال وكان تعلم المصارعة وكان بيحضر اسواق العرب زي السوق وقاظ والسوق المجنى والسوق زي المجاز فتعلم بقى من اسواق دي التجارة التجارة واحملها وبقى من الاغنياء من اغنياء مكة لانه كان يطلع رحلة الصيف الى البلاد الشام ورحلة في الشتاء كان عمر من اشرف قريش وكانت له في السفارة هو كان سفير عن قريش ليه؟ لانه يقدر يتحدث لانه متعلم ويعرف القراءة فكان اعتبر حاجة كويسة ده يوصلك في حتة انه هو ليه كان متمسك بقريش وعادات الاسلام وكده لانه هو انا سفير قريش ازاي اكون ضدهم فعشان كده اخذ مدة عبال ما اسلم لانه فلن لما يبقى سفير قريش كان عنده كمان بسبب انه مفاخر ومعتز بقريش وكان يعني هو نشأ في بيئة جاهلية وسانية عبين قومه زي الباقي من ابناء القريش يعني فكان مغرم بالخمر وبالنساء زيه برضو زي الرجالة بتقريش فازاي هتحوليني من من حاجة لحاجة اه كان طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بقى يعني اتكلم عن الاسلام وكده معادي جدا للمسلمين طيب ينفع نعمل اسقاط فينا قبل ما ندخل في لقطة المعاناة للمسلمين اه الاسقاط بيقول ان انت لو ربيت انت او انت ربيت واولادكو على حتة الفخر بعقدتهم وبأصلهم وبديانتهم بصرف النظر عن غني او فقير سواء بابا بتتغل شغلينك عظيمة ولا شغلينك بسيطة ساكرين في مكان شيك قوي ولا بسيط خلي اولادك يبقوا مقتنعين باللي هم فيه ومش بس مقتنعين وراضيين لا دول مفتخرين بحيث لو حد اسأليهم يحسوا لا انتوا بتتكلموا معنا كده ليه احنا ممكن نكون فقرة مش بنلبس احسن لبس بس احنا كمان عندنا من الادب ومن الاخلاق ومن العلم ومن الرقي الاخلاقي من الدين عندنا من الدين ما يخلينا احنا اعظم احنا اعظماء بس مش اعظماء للتكبر احنا اعظماء باليقين بان احنا بخير والحمد لله فاذا ربنا ولادنا على هذا المعنى يتفخروا باللي عندهم بما يرزخرنا بيها الله ونعرف كفاة احنا بنكون من حلال كلمة دي لو تعرفوا اثارها ايه على الابناء وهم مصغيرين الاول مش هيفهموا يعني ايه كفاة ان احنا بنكل من حلال ده هم بيأكلوا كذا وكذا واحنا ما بنكلش هلا كذا وكذا بس احنا بنكل من حلال الله وانم هم بيأكلوا من ايه ربنا يا رب يعافيهم يا رب يجعلهم يجعل اكلهم من خير من نتمناش ولا نتهمهم بشيء ولكن وريهم احنا احسن حاجة تكلنا مية في المية حلال يعني اكسادكو هتنبت من حلال طيب دي نعمة لما انا رب الولاد على المعاني دي طيب نقطة كمان فيه قصر كتير عندهم مش هقول اطفال يعني سن المراهقة فسن المراهقة دوت بيبقى بيبقى عدواني ويبقى عايز يمشي كلمته وبيبقى مش عفقية كده يعني لو امي مسلا شايفة ان ابنها مسلا مش نافع بيعملش حاجة وكده هل بقى فيه امل ان هو يبقى حاجة كويسة ولا هو خاص ولا باز لا طبعا نفيش حاجة اسمه الولاد ابدا الولاد احيانا بيبقى منبهر ببعض المظاهر اللي بيشوفها وينصق نحييتها طب وليه انا مش كده طب بابايا ومامتي دول خراس ربنا عزاني بفقرة كسولين مش طموحين ما عندهمش طموح انا قدر اعمل وفي الحالة دي لو تعرض عليه اي فكرة غلاب حيقبلها تعالى ما هتغير الصورة اللي هو متنمر عليها ويقول لها يعني انا استجرت في المخدرات هايبقى معي فلوسها بغاني زي فلان اه ده فلان ده بتاع المخدرات والله يعني المخدرات بتاع من كده امتى بقى يتخلي الولاد يقول لك لا طبعا او مش هلتكلم في المخدرات نتكلم مسلا اللي هي والحاجات دي كلها مسلا تخلي تقلع او تعمل فانا كده هيجيلك اكتر من انك تخوري والله بتقوليلي الكلام ده وبتوجعيني لسبب لان كذا بنت بتقولي انا دلوقتي بجيب انا بيجيلي دخل بالدولار او 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 دولار عشان بعمل ايه بعمل بقدم برامج على طبعا ما بتقوليش او بعمل ايه طبعا نتفهمة بقدم برامج على تيك توك او بيجيلي دخل من الاعلانات وبيجيلي دخل لا وفيه دخل تاني بيجي من حدة تانية فلما الام والاب بيعودوا عشان كده بتكلم تاني في الموضوع ده لما الام والاب بيعودوا ويتكلموا عن فلان بسم الله ما شاء الله ده جاب فيلا ده اخد شقة مش عارفة فيها مرة ايه اللي بكامزة جاب عربية اسمها ايه ونهتم ونفرح ونبقى سعداء قوي ويا سلام الله يا جابوا كذا يا واختهم يا الطفل يبقى نفسه يحقق الكلام ده وكمان ويعرف ان دولهم الناس الاحسن ده انا منطقوا يتمنقوا زيهم بس انا الوقت عرفت الطريقة عرف اجيبهم حقلين بقى حرامش مشكلة بقى ده انا حبقى كذا اخلي بالكم من الكلام لو انتوا تقولوا الحمد لله على اللقمة الجميلة الحمد لله على بيتنا الحمد لله نفو الشياطين الحمد لله بنصلي الحمد لله بنقرأ القرآن الحمد لله بنصوم شغل القرآن طول اليوم بنعمل خير بنتطوع بنتبرع لما المفاهيم دي تتقال هتنشئ اشخاص مش بتغريها الفلوس ومنبهروا بالغنى يقولوا غنية بس الله عالم بقولوا اللي هيروحوا النار ولا هيروحوا الجنة ربنا عرضي ولا مش راضي فلوسهم حيال الله أعلم ربنا يسترهم بس انا فلو افرح لما فلوس تيجي من حلال والأب والأم لو طول النهار بيكلموا عن الحلال الحمد لله أكلنا من حلال حمد للعرض فلان كذا وقال لا وقال له لا يا عم ليش دعوة أمر مش كوك فيه انا مش هدخله دي بتبقى رسالة للطفل غير مباشرة غير مباشرة تلزق كده في في كيانه يمكن قد ينسى الكلمات ولكن المعنى يبقى في كيانه وأتشاهد من الموضوع ان يعني ابننا مش كويس او اخلاقه مش كويسة او ما بيطلقش ما بفكرش فيه الأمل أبدا لسه بس ما جتلوش الفرصة ان هو يبقى شخصية تانية لان احنا سعاد بنحكم على القلطات ان هو عمر ما هيبقى انسان كويس يعني احنا لو كنا شوفنا عمر بن خطاب قبل الإسلام كنا هنقول ان هو مستحيل يعني حتى هما لما ايجا يسلم يقول ايه لو لو أسلم حق يعني حقه عمر يعني مش هيسلم عمر بن خطاب فسبحان الله انهما شوفوا شايفينه كان شايفينه عمل ازاي بس هو بعد الإسلام او او هداية ربنا لي اتحول 180 درجة فهكذا البناء ادمين او اولادنا انا عايز اقول حاجة لما تشوفي الام والعب يعني شوفوا اولادهم او حدا من اولادهم واحش شاي بيرد بيعمل اوعد قولي له انت مثلا قليل انت حرون انت كذاب بتثبت هو نهاسة ما اكتر منهم هما شايفين ويبقى خلاص بيعمل كل حاجة هو كده وانا كده خلص خلصنا يعني انتفقنا لكن لما نقول له لا يا حبيبي انت مش كذا عشان كذا بتاع الناس التانية مش احنا ماينفعش تقول كذا ماينفعش تعمل كذا مش احنا يا ابني او نزم الصفة ما نزمهش هو الصفة قوله بقى لا نقول له حاجة تانية انت انت أرقى من كده ده بيعملو الناس التانية يعني انت ماينفعش ليه؟ إن ده مش أصلك مش أخلاقك مش تربيتك. فهو هيعرف إنه هناك في فصل بين السلوك وبين شخصيته. هنا ينفع يبدأ يهز بالسلوك أو يبعد عن السلوك. لكن إذا إحنا اللي سقناه بي وبقى جزء من شخصيته وأنا أقنعته إنه هو بيجذب أو بيسرق أو أي إن كان الصفة. هقوله إنت خدتها إزاي. إنت بخدتش بالل إنه مش بتاعت إيابنا ده. إحنا نروح بها النار دي. لأ روحي الحبيب رجعها مطرح منه واخدتها. ده أنا خراسة أروح قوله أنا غصب عني خدتها لما كنتش أخد بالي. أعتذر له رجعها. صح. هاتها حبيب أنا أرجعها لمدرسة. أقول أنا لقيتها عاج في الشنطة أو لقيتها في وإنت لقيتها ومكسفت رجعها أنا برجعها. يعني أحوري له إن ده أمر لا يقبل أبدا. ولا يدخل البيض حرام أبدا. كل ما يشوف الأم ومش بقسوة ومش بشتيمة بالعكس اللي هو اللي أنت بتمحي خالص زي نقبل حكي حرام جوه البيت. هذا الفزع من الحرام يترصب في داخله. هنأكل يا ابني من الحرام أو هتلبس التشير انت حرام ده مش بتاعت. هتخدته من صاحبك هتلبسه هينفع تلبس الحرام فهارفة كل ما أعظم الأمر ومش بصفه. يا ابني ما ينفعش يا حبيبي مش عادي. لا عادي يا ماما يا ماما عنده كتير يا ماما عنده كتير عنده قليل يحرقهم هو حر بحكته. حين ما أخدهاش ولا نلبسها هو عنده كتير وانا ما عنديش هلا اتنين خلي ده التالت لا هو كده اتنين بس احنا عندنا اتنين بس ما فيش كده واكد. فهما قصدي؟ كل ما أعظم التصرر ما يتفرج على فيلم ما عودش أخلي بالي من بص الشقة عاملة ازاي بص راح يصيفه فين بص لابسه ازاي بدل ما أقول يا طرى ده من الحلال والله من الحرام التعليقات هتهم يتفرجوا على فيلم هو والستعليقات لازم تبقى في المحكي يا بي يا طبعا دفرق هي دي اللي بتغرز انه ليه؟ لان دي اللي بتعلق في حاجة اسمها اللاوعي كلمة اللي بتتقال وانا مش بنصحه لا بقولها كده هي دي اللي بتدخل وبالعكس وبيسدها اكتر من كلمة اللي بقولها له وانا بقوله النصيح بقولك ايه ايه كلام اه وانا قاعدة بتفرجه في حالة بص يعني احنا في حالة ترفيه وبقولها انا مش درس دلوقتي بس انت وذي كلمة تخترق الوعي مباشرة بالعكس وتقعد وتركز فكرتيني يا صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل والدته على الاوسان ما كانتش ترد عليه او ما كانتش تقول له حاجة عنهم فبقى فطبيعي انه هو لما كبر ما بقاش هو ايه ده يعني هي ولاقات انهم حلوين ولاقات انهم عشين سكتت سكتت فبالتالي ما كانش متعلق بيهم طيب دلوقتي بقى هنرجع تاني ونتكلم في نقطة عمر بن خطاب كان عامل ازاي في عهد بسوص الله اه اول احنا نبدأ فيها هو في عهد النبي كان عليه الصلاة والسلام كان سيدنا عمر بكاري للمسلمين بقى خلاص وكانت زي ما قلنا الدعوة للإسلام كانت دعوة سرية وقعدوا المسلمين ثلاث سنوات في اللي هو الدعوة السرية فكان طبعا العدد محدود لكن بعد ثلاث سنوات ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة اه فطبعا القراشيين حربوه طبعا ليه ليه حربوه لأنه بيحقر من شأن الآلهة بتاعهم اللي هم هبل واللات والعزي ويرهم فطبعا كده كأن يعني لما يقولوا انه دول ايه دول دول شوية طوب دول مش عارف عجوة هنا كلها يعني الكلام ده يعني ما رأيش لكن اكيدت ازاي ده يبقى إله يعني طبعا سادة قريش بقوا بيدفع عن معتقداتهم ده غير كمان هو كانت حاجة سياسية قوية لأن كان العرب كلهم كانوا بيجلهم عشان ان هو يعملوا ده حج ل انت بتقتلي الحضارة بتاعتي الاساس بتاع اللي هو الثقافة الثقافة كلها الثقافة بتاعتي وكمان الناس بتيجي تجارة فبالتالي بيدخل لي فروس في مصر من حج ده كتير اقتصادنا قايم على الحاجات دي وكان من الناس اللي هم يعني السادات قريش وكلهم كان كرهين طبعا الاسلام وبيئزوا المسلمين وكان من الناس اللي هي كانت تعتبر من أشد ألد أعداء الاسلام كان سيدنا عمر ابن الخطاب وكان بيحاول يئز المسلمين بكل قوة وكان غالص القلب تجاههم وكان عنده جارية عارف انها اسلامت كان بيقعد يعزيبها من اول نار لقيت اخر نار ويسيبها الليل ويطلع لها وييجي لها تاني يوم ويعزيبه ويقول لها والله ما تركتك إلا لملالة يعني انا انت خلاص يعني مشتتت خصوته باني من نفسه عشان عشان يتابع سيدنا محمد عشان يخلفه عشان كل ما يدي أحد من الاسلام هو يدخل ويخوفه ويخوفه بحيث انه يعني اذا كان حيدخل يخوفه ويرعبه يقول له حقتيلك وعملك يخافه لغاية لما جاء أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة للحبشة فهنا بقت وان سيدنا عمر والسادات قريش كلهم تخوفهم هيحصل تشتت لأبناء قريش تنهار القبيلة بقى العريقة دي فقال سيدنا وعمر في دماغه لا ده أنا لازم أؤمن أقتل النبي بقى خالص وقى خلاص معانش ينفع خلاص واننا لازم نخلص منه علشان ايه المضادة يعني يعف بقى شوية في ناس بتقول ان سيدنا عمر أسلم بعد خمس سنوات وفي ناس تقول بعد ايه ست سنوات الحقيقة ان ان هو في طريقه بقى علشان يروح يقتل سيدنا محمد او في اعتقاده انه راح يقتله لقى واحد اسمه النعيم ابن عبدالله العدوية القراشية وكان من الناس المسلمة بس يعني اخفين اسلامهم فقال له انت راح فين قال له انا احقت المحمد السابق ده بين اهل قراش وسف احلامهم وعبدينهم وسب الهاتهم فقال له قال له والله يعني انت مغرور قوي وانت فاكر انه ولاد ابن مناف حيسبوك كده تمشي على ارض عادي وتقتل سيدنا محمد عادي طب ارجع اول لأهل بيتك وقيم امرهم لان ابن عمك سعيد ابن زيد ابن عمر واختك فاطمة بنت الخطاب اسلامه وبقوا على دين محمد فعليك بهم الاول طبعا سيدنا عمر سمع الجملة دي انطلب وقاضب ويرام لبيت اخته فلقى الصحابي خباب ابن الارض بيعلمها بيعلموا بالقرآن ضرب بسعيد سيدنا عمر بقى ضرب بسعيد وضرب سيدنا فاطمة ضربة قوية لدرجة ان يعني يقال ان الحلق بيتعها وقع والشاق زي ما كنت جاء زي شاق كده جرح جامل وبعدين الصحيفة اللي كان بيعرى لهم منها سيدنا الخباب وقعت من ايده اه اخته بقى ويما جروحه كده قالت لها لا ما تقدرش تشيلها الاول لازم تختسل اختسل فطبعا الله يعني ايه وضوء وقرأ فيها بقى سورة طه سيد الرحمن رحيم ما انزلنا عليك القرآن اللي تشق إلا تذكرة لمن يخشى من خلق الارض والسماة العلا رحمن على العش لهم ما في السماوات وما في الارض وما بينهم وما تحت الثرى كلمات حزت سيدنا عمر وقال الكلام ده مش كلام ناس مش كلام بشر ومن ساعت سوفي لحظة لحظة قرأ شوية آيات سورة طه على فكرة أنا من أحب الآيات عند سورة طه مش الوحيدة طبعا بس من الآيات اللي فعلا ما براها يعني بتغير حد وبدخليني بسم الله ما شاء الله يعني بحس سكينة شديدة جدا المهم أسلم من ساعتها من اليوم ده من شهر زي الحجة في السنة الخمسة بعد البعثة دخل سيدنا عمر وكمان وراه على طول إسلام حبزة بن عبد المطلب بعد ثلاثة أيام من إسلام عمر طيب لو عايزين نتكلم قبل اللحظة دي لو لو هنتخيل هل نقول إن هو اللحظة دي إيجت بعد تفكير عميق ولا هي أكيد ما جتش كده هي إيجت بعد هي ما جتش بتاع تفكير عميق هي عارفة اللي إيه هو كان يساوره الشك آه لأنك أنت أنت هو بيسمع القرآن من رساله والقرآن دو لا يعني يعني ما فيش حد يسمعه قبل كده ونزل بالبلاغة والفصحة وكده عشان هم كانوا كانوا شطار بالعرب في الشعب والحاجات دي كلها لما يدخلون فيه كلام نزل أحسن بكتير من كلامهم ومفيش فيه غلطة فبالتالي أي حد بتلاقيه بدأ إن هو يسمع فأكيد هو كان من النس دي وأكيد هو أنا بعض إن كفار قريش أياما كلهم أو معظمهم من يتفقى فيهم يعني كان يساورهم الشك يعني عارفة ما بين إيه الحق والباطل يطر من الحق ويطر من الباطل إحنا إحنا على الحق دي من العزة من اللي بسموها العزة بالاسم عارفة لا أنا مش هعترف بس من جوا هي شيء إن ما هي يحدثني حل ما الكلام منطقي مصائح دي تماثيل إيه اللي نروح نحبه نسجد لهم والحاجات والنركعلهم إيه الحاجات دي يعني نحس فيه وكأن حديث بس عارفة كل عارفة كل واحد بيحاول إيه يسكتوا جوا لكن هناك حديث يسموه الصوت الداخلي علم النفس بيسموه الصوت الداخلي إن الإنسان يحدث نفسه بالحق فيها نحس الكلام ده منطقي كلام ده شكله صح فسيدنا عمر كان بيدفع عن الفكرة كان عارفة إيه زي واحد عن عيلتي عن سمعتنا عن بس كوان هو كان سفير فطبيعي إن هو بقل بيكلم بإسم قريش كلها آآ همتضرب على فكرة إن أدافع بس أنا متأكدة والله أعلم برضو من خلال برضو شخصية عمر كان شخصية أصلا عقلانية وكان شيء ماذا بيقولك الصوت الداخلي بتاعه بيقوله ما يمكن مش هقولك الدحا ما يمكن الكلام ده يكون حق ما يمكن يكون صح ما يمكن دي أول ما إرى بقى آيات سلطها خليبا كمان هو توضع أمرته لازم تتوضع قبل ما تمسك الصحف أصلا الوضوء إذا كان يعني يعني عايزة أقولها أسان فيه وضوء ناس كده بتختسل دون أن تعمل ايه الوضوء هو شيء من أنواع الاستعداد الروحاني والتمهيد الروحاني للملاقات الله في الصلاة أعضاء الوضوء كلها بتؤهلنا للتخلص من أي زنوب أو من أي أسام أو من أي أفكار سلبية كأنها بتجهزك عشان كده ينصح بالتوضع بالماء البارد مش اتبافي لأن الماء البارد هو هيعمل استكانة غير كده هيعمل لو أنت هتحض بمية زي المية زي درجة حرارة جسمك لا أنت شعوري باختلاف المية عن جسمك إنما تأخذ مية بردة هي بتنبيه تنبيه للحواس اتفاع مقص دي الوضوء بالماء البارد مقصود منه تنبيه أعضاء الحسية في الجسم لاستقبال الله سبحانه وتعالى فأعتقد والله أن الوضوء بالإضافة إلى الكلمات الجميلة جدا في آية في صورة سيدنا طهق يعني وغساقة بقى زي ما قولك الصوت الداخل يقول له اسكت اخرص ما تتكلمش شيء ما كل دول في لحظة ومش سيدنا عمر بس لو تلاحظ في التاريخ الإسلام وفي إسلام كتير من الناس أسلمهم بكلمة وبلحظة وبموقف أنا بأعتقد ما بيبقاش الموقف ده ده الموقف ده آخر لقطة ما قبلها تساؤلات وعارفة زي العقل بيفكر وإيه وإزاي وعارفة زي ما بيشوفه رحمة بيشوفه أخلاقيات الإسلام فأنا أعتقد هذا والله أهلا لو عايزين نعمل لها اسكت هتلاقي من ناس من أنا مثلا هتلاقي في ناس مثلا تبقى تحجب ما تحجبش هي عرفة إيه الصحة وإيه الغلط فبتقعد بقى مدة طويلة أو بال ما توصل لحاجة فتلاقي مثلا اللحظة سمعت حد أو حد قال حاجة فتلاقي مثلا إيه اتحجبت أو سمعت حاجة العكس أم تقلعت الحجاب فالصوت الداخلية ده أصلا موجود جوه كل حد فينا طبعا صح فيه عايز أقولك على حاجة أولا لازم نعترف كلنا إن الهداي من الله سبحانه وتعالى ده حقيقة كما الإنسان يعني ربنا يأمر بهدايته بتيجي على أهوان سبب أو تبدو إنه على أهوان سبب إيه 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 هو بيبقى فيه حديث قبلها زي ما قلنا في ذاته وصراع بس فيه ناس منتبه للصراع وفيه صوت فيه ناس بتسكت لأ لأ هو إيه ده يارفه إزاي وده اللي حصل لأمر بن الخطاب كان بيسكت صوت الداخلي أعتقد إنه كان بالعكس ده عارفة اللي إيه عارفة اللي بيقوله إيه أشهدنا إيه 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 مش عايز أصدق أنا حاسس إنها هصدق فأنا رافض أصدق ده اللي بيسمون الإسم أيها إيه ده مثلا واحدة مثلا إعلامية أو كده ففيها فقط تبقى هي عايزة تحجب بس مش قادرة لإن عندها قوة الظهور يعني قوة إن هي مش محجبة فشكلها أحلى فالدنيا أحسن فمش عارفة إيه فبتبقى عندها سبع ما بين تبقى أنا عايزة تحجب وما بين إن لا شكلي وكده فبتبقى بتاخد مدة طويلة جدا عبال ما بتوصل للحاجة دي وأنا أقول للناس كلها أنا دايما ومن أول ما بالنحية لغاية لها ما نموت إحنا عايشين من الصراعات الصراعات أنا عايزة أعمل ضيط بس الشوكولاتة دي جميلة قوي أصدق أحسن بقول كده عشانا بحب الشوكولاتة أحبها بكل أشكالها أصلا أصلا بيتبقى شق اللون بتاع الشوكولاتة وأنا بحبها قوي دالي ومين من يحبس الشوكولاتة بس أنا بحب ضايت لأن في الوقت يعني هتا المفروض أنه نحافظ على أجسامنا لأن الدهون تركمه على الكبد وعلى كله حتى مش لازم للشكل ده خريجي بس حتى في العرب تركم عليها دهون كتير بتئزي الجسم فما علينا فأنا بمنع نفسي من السوكولاتة فبقى قوله هذا أحبه وهذا ما أريده وهذا الصعب يعني ما يجب وما أرغب ربنا بيقول إيه ونخلص صح إذا خليت الجايد بتاعك المرشد بتاعك كرام ربنا هتريحي هترتاحي من كثير من الصراعات الصراعات لن تنتهي يعني مثلا أروح أشتري كذا أول ولا أروح أخلص المشور الأول ده صراع ما فيه وش حاجة ده مين هيخلص الأول مين هيقفل الأول أولويات أولويات لكن فيه حاجات أتحجب ولا أتحجبش المفهاش يعني ما فيه تحشى معنا طول مم ربنا يحبيني أعمل إيه أيوة مصص آآ آآ المسلسل ها ولا آآ الصلاة مثلا خلصت يعني فيه حاجات تبقى خلصت أمشي مع الواد اللي بيحبيني وقول لي بحبك أموت فيكي ولا لأ عشان أحتلم بابايا ومامتي وربنا بيقول لي إيه آآ أعمل محتوى كويس مفيد للناس ولا أعمل مستوى هيقعد مدة طويل هيطلع عيني عملي ما وصل ولا أعمل محتوى يكون فيه غاني وموسيقى وكافة تفاهم ده فيه حاجة هتكون لها حرام هتبقى أغزر على يوم القيامة إحنا النهار ده فيه ثقافة التفاهم كلما كنت تفاهم وبتقدم حاجاتك هتبقى لاجح البنت اللي اسمها شاف اسمها ياسمين إيه مزيعة هي بتقول حاجة على رجال آآ فهم هي قصد تقول كلام يضحك عشان هي دي اللي عملت لها الشهرة أيو أيو دي اللي عملت كلامها يعني الغلط تريند تصواري بتقول كلام يعني يعني أحطل أه 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 أحطل يعني بدل ما تسفه الناس بيعود يذكره ويجبواهوي بتقول حتى لو انت بتقول وانت مش عاجبك انت بتعمل غلط تبتسوق لها آآ تبتعمل تسوق بتعمل لها نجاح وإيه دي اللي عايزة بالزبط صحيح أنا عايزة أقول يعني احنا للأسف للأسف في زمن التفاهم ربنا يحمينا ويسطرنا وطلعنا منه على خير بس احنا في كل لحظة يا نور في اعتقادي ان احنا بين هذا الاختبار بين ما يرد الله وما لا يرد الله ولازم نبقى متيقذين هنا بقى اسمها ايه اليقظة أنا بختار ايه وعشان مين أنا بجيب قرشة حرام عشان أجيبه لولادي واجيب لهم اللي ما عايزينه وها ولا لا أنا اخترت الحلال يكفي بقى ما يكفيش يا رب باركينا في الولايل الموجود ورزقنا بالحلال لكن انت هتختار مين وكده احنا خلصنا الحلقة بتاعتنا اول جزء من حلقة عمر بن خطاب واستنونا ان شاء الله في حلقة جاية الاسبوع الجاية ان شاء الله